سراع بين أشائر السلطة في آب 1994 قتل خمسة داركيين فرنسيين قرب المدينة الديبلوماسية عين الله في الجزائر العاصمة كانوا يؤمنون حماية مدينة الديبلوماسيين أفادت المعلومات الرسمية بأن جماعة جمال زيتوني وراء العملية أراد الإرهابيون المتنكرون بلبس شرطة زرع قنبلة فباغتهم رجال الدارك وأطلقوا النار عليهم في الأخضرية أحيقت المدرسة التانوية الواقعة في مركز المدينة وكانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد نشرت بلاغا أمرت فيه الطلاب بجميع فئاتهم بعدم التوجه إلى المدارس فحدثت عرقلة في العودة إلى المدارس في تلك الفترة كان الوضع مشوشا جدا بالنسبة لنا أطلق الرئيس زروال في تموز نداء الرحمة دعي الإسلاميون المسلحون إلى الكف عن القتال وتسليم أنفسهم مقابل عدم معاقبتهم حتى أن طائرات مروحية تابعة للجيش ألقت فوق المقاتلين مناشر تحتم على الاستسلام لكننا في الوقت نفسه كنا نتلقى أوامر بتكتيف العمليات ضد الجماعة المسلحة بدأ لنا ذلك متناقضا جدا وسرس التعليقات بين صفوفنا على قدم وسع بدأنا في الواقع نفهم بأن هناك ولا شك سرعا بين زعاماء الجيش والرئيس الظروال كان هذا قد عين الجنرال محمد بتشين الرئيس السابق لمديرية الأمن حتى عام 1990 والعدود لدود لزملائه توفيق والعماري وتواتي في منصب مستشار أمن الرئاسة وبقيام زروال بتايين بتشين الذي أراد العودة إلى الأضواء في هذا المنصب يكون قد أعطاه جناحين فقد عادت عليه حالة العنف السائد بالفائدة كونه أنشأ شركة ضمان وراح يبرم عقودا مدرة مع مسؤولين سياسيين محليين ورجال أعمال وشيوخ النظام كانت الأسلحة تأتي من الإدارة الحكومية للأمن الوطني مضرت لارتباط بتشين بالعقيدة لتونسي ذعيم مديريات الشرطة فيما بعد علمت وأنا في السجن بأن حرب العشائر قد بدأت في تلك الفترة عندما أقام الجنرال بتشين بدءا من ربيع 1994 حوارا مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاد المحتجزين أنداك في سجن البليدة تلك فترة كطرط فيها الهجمات يجب القول بأن حرب العشائر في الجزائر لا تندلع بصورة مباشرة الأرجح أن تتجابها مختلف مراكز القرار عن طريق مدابح واغتيالات تنسب عموما إلى الجماعة الإسلامية المسلحة يستطيع الجميع أن يقتلوا ويعلق التهمة على ظهر الإسلاميين لم يكن هناك أساسا سوى صراء بين عشيرة الرئيس وعشيرة الجنرالات وكما أقول لم تكن مختلف مديريات الاستخبارات الأمنية يتردد بعضها في توجيه الضربات للبعض الآخر وكان يحدث أيضا أن تقوم وحدات أمن متنكرة بلباس إسلاميين بقتل رجال شرطة واسكريين بل لذبح مدنيين لكي تتمكن لاحقا من الاتصال بجماعات إرهابية حقيقية واختراقها أو تصفيتها هجمات عديدة نسبت للإسلاميين ارتكبتها مختلف أشائر السلطة التي يشن بعضها حربا لا هواد فيها على البعض الآخر وسعى كل طرف فيها لإسقاط المصدقية عن الطرف الآخر وكل الوسائل مسموح بها من قال بأن الكلاب لا يأكل بعضها بعضا في أيلول 1994 أطلقت الرئاسة صرح أباس مدني وعلي بالحاج وتلاتة مسؤولين آخرين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ووضعوا تحت الإقامة الجبرية نادى أباس مدني بوقف العنف لكن علي بالحاج لم يفعل ألمنا أنه وجه من مقر إقامته الجبرية رسالتين إلى شريف قوسمي الأمير الوطني لجماع الإسلامية المسلحة دعيا إياه إلى تكتيف الأعمال الإرهابية ومعطيا تعليمات عن أهداف للضرب ووفقا لأقوال الصحافة وبعض الزملاء وطير على هاتين الرسالتين بحوزة شريف قوسمي بعد تصفيته على يد قوات الأمن في نهاية شهر تشرين الأول أدت هذه القضية العجيبة إلى آدت بن حاجي للسجن ووضع حد للحوار الذي حاولت رئاسة الجمهورية إقامته في تشرين الأول غرقت بلدة الأخضرية بكاملها كل ليلة مدة شهر في ظلام تام فجرت الجماعات المسلحة لمحول الكهربائي وطوال تلك الفترة تعذر علينا العمل ليلا بات بوسع الإسلاميين تنقل دون أن يراهم أحد في واحد تشرين الثاني بلغ الجنرال محمد العماري رتبة صممت خصيصا لأجله أصبح جنرالا لفرق الجيش بعد فشل المفاوضات بين الرئاسة وقادة الجبل الإسلامية للإنقاد دعا محمد العماري إلى تكتيف مكافحة الإرهاب فهمت عندها أن الجزائر ستشهد قتل آخرين ومختفين آخرين ومآسي أخرى بالأمس أعلن الرئيس ظروة لإقامة انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 1895 كانت السلطة تبحث عن شرعية نهاية العام ستكون مأساوية أذكر كمينا وقع فيه فصيل من وحدتي دبح أولئك الرفاق لإثنان والإشرون الذين كانوا في مهمة على طريق بوزقزا في بودربال علىية جماعة إسلامية كانت تحضر طعما لفصيل من المشات يرتاد هذا الطريق كل يوم في الساعة نفسها شاء الحظ أن يكون رفاقي على هذا الطريق في الساعة المقررة بقي الفصيل مستهدف أساسا على بعد نحو 100 مطر في الخلف دون أن يفعل شيئا تارك الإرهابيين يجهزون للجنود ويلودون بالفرار لم تقم ميليشيا المغفية التي كانت قد أنشئت للتو أفتح القوس سأتكلم عنها لاحقا أغلق القوس والمتمركزة على بعد أقل من كيلومتر من الكامين بأي فعل ولدى وصولنا إلى المكان بعد 15 دقيقة طلبنا من العقيد شنقريحة ملحقة الإسلاميين فرفض في كمين آخر في البويرا سرعة 11 جنديا من الفوج المدرع 10 وفي هجوم على جباحية قتل 12 جنديا ساملا لدى خروجهم من التكنة كمين آخر في بومرداس قتل فيه 22 مجندا كمين في تنية الحد قتل فيه على الأقل 10 مجندين واللائحة طويلة تكبد الدرك والحرص الجمهوري أيضا خسائر فادحة في نهاية 1994 جاءنا قائد جديد للقطاع الجنرال شيبان وهو قاتل آخر سأجد فرصة للحديث عنه حل محل العقيد شنقريحة الذي ناب منذ نهاية العام 1993 عن الجنرال مجاهد أفتح القوس الذي عين مديرا لأكاديمية الشرشال الأسكرية أغلق القوس أما العقيد شنقريحة قد نقل عام 1994 إلى قيادة الفرقة المدرعة 8 في سيدي بن عباس واستبدلا بالعقيد قدور بن جاميل مثل الفرنسيين أيضا في تلك الفترة خريف 1994 اشتحادة أطار في نفسي كان هناك مجاهد قديم في حرب التحرير يدعى عمر حواس يعمل معنا هو من سكان قرية زبرابورا الصغيرة التي تبعد خمس كيلومترات عن الأخضرية كان يعرف المنطقة ورجال طانغو الذين يعيتون فيها فسادا معرفة جيدة وكثيرا ما رفقني في دوريات ليلية لا نعود منها قبل السادس صباحا علمت جماعة أحمد جبري أنه يتعاون معنا وقررت تصفيته ذات ليلة جاء آدد كبير منهم وأخرجوا عمر من بيته كدار جلان من الجماعة أخفى وجههما أنه هو بالفعل أعطى جبري الأمر بقتله لكن العجوز كان أشد منهم مكرا وستطاع الهرب أطلقوا عليه النار وجرحوه في يده استمر العجوز في الركض إلى أن وصل إلى أحدى دورياتنا التي حملته إلى التكنة روا قصته للعقيد شنقريحة وضابط الأمن شارحا لهما بأنه تعرف على الرجلين الملتمين إنهما من الجيران أمر العقيد على الفار بتوقفهما على أمر الذي تم منذ الصباح أخذ إلى الفيلا وعدب مدة ثلاثة أيام في اليوم الرابع جاء مدير مركز الشرطة ليقول لي بأن أمرأة مسنة ومعها فتاة وصبي في الثالثة عشر بالباب وتطلب رؤية أحد الضباط ذهبت لرؤيتها فشرحت لي بأنها جاءت تبحث عن زوجها وابنها الذين يتقل وحبس في الفيلا فجأني يقينها كثيرا وسألتها كيف لها أن تكون متأكدة بهذا الشكل من وجودهما هنا أجابتني بأن هذه الفيلا كانت أطناء حرب التحرير تستخدم من قبل العساكر الفرنسيين الذين يحبسون فيها الموقوفين المدنيين أفتح القوس هذا ما كنا نفعله نحن على أن أوضح بأن جميع الأشخاص الموقوفين في قطاع أملياتنا كان يؤتى بهم إلى هنا أغلق القوس صدمت حقا العمر بديهي لا شيء تغير بالنسبة لها منذ أكثر من 30 عاما وكانت تماثلنا بالجيش الفرنسي على نحو ما لم تكن مخطئة فنحن نستخدم الطرائق نفسها التي استخدمها الفرنسيون كنت خاجدا حقا من الانتماء إلى هذا الجيش بالطبع لم ترى العجوز زوجها ولدها تانية أبدا لقد تمت تصفيتهما مثل كثيرين غيرهما تجهيزات عسكرية فرنسية أعلمت من زمالة إلنا أواخر 1994 أننا سنتلقى تجهيزات حربية جديدة كان سلاح الطيران قد تلقى منذ العام 1993 حوالي عشر قادفات قنابل روسية من نوع SU-24 استخدمت خصوصا في قصف قرابي كاملها بالنطرة في منطقة عند دفلة وتكسانا ولاية جيجل بعد عملية الفرار من سجن تازول وفي العام 1994 استلم الجيش عربات مدرعة من نوافات قادمة من السعودية هذه المرة عرفت أن سلاح الطيران سيتلقى طائرات مروحية فرنسية من نوع سنجاب مجهزة بمعدات متطورة في النقل والرؤية الليلية تستطيع هذه المعدات أن تنقل ما يصوره راكب المروحية إلى مراكز في وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة وفي قيادة القوات الجوية في شراغة وفي قيادة القوات البرية في الناجة هكذا يستطيع الجنرالات أن يتابعوا ليلة نهارا ما يحدث في الأراضي التي تحلق السناجب فوقها سلمت تمانية من هذه الطائرات في الواقع في بداية العام 1995 وكثيرا ما سيتم استخدامها في عمليات إلى جانب مروحيات مي 18 الروسية عام 1995 علمت أن جنرالات الجيش تلقوا أيضا حقائب اتصال متطورة جدا فرنسية المنشأ تمكنهم من الاتصال عبر الأقمار الصناعية بجميع وحدات البلاد علمت ذلك من ملازم في وزارة الدفاع الوطني ذهب في دورة تأهيل لتدرب على هذه المعدات في فرنسا لكي يتمكن بدوره من تأهيل جنرالاتنا وعلمت أساسا طوال فترة نشاطي أن العديد من الضباط أجروا دورات تأهيل في فرنسا على الحرب الإلكترونية وتقنيات النقل الحديثة كما تلقينا نحن أيضا تجهيزات حديثة أجهيزة راديو من ماركة موتورولا وفليبس ونظارات للرؤية الليلية قيل بأنها فرنسية المنشأ أو سويدية كي تحل محل مناظرنا الروسية القديمة بأشياتها تحت الحمراء لكن التجهيزات لم تكن جميعها من هذه النوعية فقد زودت وحدات مشات وضرك برشاشات آلية خفيفة أئم رومانية المنشأ كانت كارثة حقيقية بعد خمسة شهور من استعمالها باجت غير صالحة لاستعمال نهائيا وماذا أقول عن بنادق الكالاشنيكوف الروسي الشهيرة التي درجت تسميتها بكلاش إنها من حيث المبدأ سلاح قوي على نحو اللافي يستخدمه الإرهابيون أساسا على نحو واسع وخلال السنين التي شاركت فيها بالحرب استعملت كثيرا النموذج الأكثر شهرة الأكفو مات كالاشنيكوف 47 المسمى أكا 47 دل أخمص المادني القابل للتاني أما البنادق التي جهز بها الجيش فلم تكن بالمستوى المطلوب في نهاية الثمانينيات قرر الجيش بالفعل أن يصنع منها محليا وفتح لهذا الغرض مصنعا في سريانا قرب خنشلا شرقي البلاد لكن اختلاسات شارت في المصنع فخرجت منه أسلحة تدعو للرتاء انتبه العصاكر الذين استخدموا هذه البنادق الجزائرية الصنع أثناء الاشتباكات مع الجماعات المسلحة أنه بعد نصف ساعة من الإطلاق لا يعود مدى رمايتها يتجاوز 50 مترا في حين أنه يبلغ عادة نحو ألف متر أعلمنا لاحقا أنه لم يتم التقيد بمواصفات الخلطة المستعملة في صنع المصورة لم يكترت مسؤول مصنع سريانا الذين وفروا في المادة الأولية لوضع المبلغ الفائد في جيوبهم لم يكترتوا لنتائج عملهم وبالطبع لم يسأل هؤلاء المسؤول نقط تصفيات وفرار من الجيش لا يسمح الجنرالات لأحد بعادة النظر بسلطتهم لذا لم يترددوا بقتل أو سجن كل أسكري يطرد على سياسة الاستئصال الطيال الإسلامي ولم يرى حلا سوى الحوار وحيل عدة جنرالات على التقاعد بسبب سلوك أعتبر شديد التديون وقضى آخرون ممن دعوا للتصالح مع الإسلاميين تحديدا في ظروف غامضة أذكر حالة كل من الجنرالات محمد طواهري أفتح القوس مات في حادث المروحية أغلق القوس وعلي بوتيقان أفتح القوس قتل في أتداء أغلق القوس وفضيل صعيدي أفتح القوس في حادث السير أغلق القوس اختفى ثلاثتهم عام 1995 قتل الجنرال بوتيقان في نهاية 1995 على بعد خطوتين من وزارة الدفاع الوطني لم يكن لديه حرار شخصيون فيما كان الآخرون جميعا مخفورين بحراسة من فصيلين بل ثلاثة فصائل تتبع في الليل والنهار أما الجنرال فضيل صعيدي فقد كان لبديسينين أحد المعاونين رئيسيين لتوفيق في مديرية الاستخبارات الأمنية وبعد من الخدمة في أيار 1994 واقترب بعدها من التنائي زروال بيتشين فيما كان التوتر شديدا بين الرئاسة وعشيرة قمة الهرم العسكري وفي إسباح زيران 1995 توفي في حادث سير وفقا للبلاغ الرسمي انزلقت سيارته اللانسير مصفحة إثر انفجار حد عجلاتها كيف نصدق أن سيارة صممت لمقاومة جميع أنواع الصدمات يتحول إلى قومة حديد إثر انزلاق بسيط لكن ضغوط الجنرالات لم تمارس قط كما قلت على الضباط الكبار القلائل الذين كانوا على خلاف معهم كان الجو تقيلا جدا داخل الجيش حيث يشك رجال الأمن بأن جميع الجنود الذين يمارسون الصلاة اليومية ينتمون إلى الإسلاميين هذا في نظري هو سبب العدد الكبير لحالات الفرع من الجيش التي وقعت طوال هذه السنين والتي قلل الخطاب الرسمي من شأنها كثيرا صحيح أن تمت أسكريين انضموا إلى المجاهدين نتيجة قناعتهم السياسية لكن كثيرا من الأسكريين الآخرين فعلوا ذلك ببساطة لأنهم لم يعودوا يحتملون الضغط الذي يمارسه عليهم الهرم الأسكري أذكر بهذا الخصوص جملة للجنرال سعيد باي قائد منطقة العسكرية الأولى خلال الاجتماعين في الأخضرية في بداية 1994 بقيت محفورة في رأسي يموت الجبان مرتين والشجاع مرة واحدة من لا يسير معنا ينتظره السجن وعندما يخرج ليحمل السلاح داشا سنعرف كيف نجده فهمت الرسالة في الحال الذين سيرفوضون منا إطاعة الأوامر الإجرامية للجنرالات والتحول إلى قتلة لحسابهم يعدون جبناء يجب تصفيتهم لم نكن أكثر من بيادق يمكن استبدالها بسهولة أتار هذا غضبي لكنني قررت البقاء لأن البديل الوحيد هو الفرار من الجيش للالتحاق بالمجاهدين أي الإنخراط في شكل آخر من الجنون ومن العنف اختار آخرون الفرار من الجيش ولم يكن لغالبيتهم أي شأن بالإسلاميين قد تعرضوا لقدر كبير من المظالم ودقوا كثيرا من العقوبات غير مبررة والإدلال استطعت مديرية الاستخبارات لاستفادة من هذا الوضع لاختراق بعض الجماعات الإسلامية بتنظيم عمليات فرار حقيقية كادبة لم يراود الإسلاميين وهم يستقبلون الفارين الزائفين شك بأن ضباط استخبارات يؤدون مهمة خاصة باتوا بين صفوفهم بعض الحالات التي أريدها فيما يلي هي من ضمن ما عرفته معرفة مباشرة عن طريق رفاق ضباط في القوات الخاصة أفتحوا القوس لأننا كنا نتكلم عن حالات الفرار هذه حتى لو لم تكن تحدث إلا قليلا في القوات الخاصة التي يقوم معظم ضباطها بالجانب القدر من العمل دون طرح أي تساؤل أغلقوا القوس لكنني أعرف أن عشرات العسكريين بدءا من الجنود وحتى القادة قد انضموا إلى المجاهدين في برواقية قرب المدية وفي وهران وفي قسنطينة وفي الأغواط وغيرها وفي معظم الأحيان بسبب غباء رؤسائهم تلك على سبيل المثال هي حال ملازمة بالقادر بوجلال من فوج الاستطلاع 25 انضم إلى المجاهدين عام 1993 افتحوا القوس سيقتل عام 1997 على يد جماع إسلامية منافسة أغلقوا القوس كان القائد داود والعقيد حمانة يشكان بتعاطفه مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبعد أن رفض القائد منحه فترة نقاها رآها الطبيب العسكري ضروريا إثر حادث تعرض له أثناء عملية غادر الضابط تكن إلى المجاهدين كان رحيله يوافق الجميع حتى العقيد حمانة لم يعد يحتمل رفض الملازم المتكرر تنفيذ العوامر أثناء العمليات الخاصة فسرعان ما أصبح بوجلال زعيما لجماع إسلام رهيبة الجانب قاد عدة عمليات ضد قوات النظام لا سيما قرب البليد واشلف تجرأ ذات يوم واتصل بنا أنا وضابط آخر إلى تكنهة الأخضرية لكي يهددنا ويتباهى بأنه أصبح سوبر أمير أصابتنا هذه التهديدات وهذا الصلف بصدمة عميقة لأنها جاءت من زميل سابق في العام 1993 ووقف نقيب مختص بالمتفجرات يتبع لكتيبة قتال متمركزة في سيديب العباس وقبل إطلاق صراحة ودب على يد رجال مركز البليد تحقيقات العسكرية فر بعدها من الجيش بعد أن ضمر ترسان ستكنة أصبح هذا النقيب لاحقا مرشد متفجرات للجماعة المسلحة حالة أخرى أتذكرها هي حالة راقيب أول علي نجار الذي كان يتبع لفوجي انضم إلى المجاهدين في مفتاح عام 1994 بعد أن طعن نقيبا اتهمه علنا بأنه إسلامي وبعد شهرين أوقفته وحدة أخرى من القوات الخاصة إترى تبادل إطلاق النار نجى من الإعدام لأن بعض رفاق دفعته السابقين عرفوه ولم يجرؤوا على قتله حكم عليه بالسجن عشر سنين في شهر تشرين الثاني 1995 صادفته في ممر بسجن البليلة تذكرني وصخار مني قائلا أترى نحن إرهابيان شعرت بالإهانة ولم أعد للكلام قط لابد أنه ما يزال مسجون دفعوه من السجن يا رفاكي